موسيقى ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء والحقيقة مصر دايما بتعلى بسواعد ولدها مصر دايما بتتميز وأي دولة بتتميز بالشكل المعماري اللي موجود في هذه البلد الشكل المعماري مهم جدا 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 الفرعنة من أيام الفرعنة وإحنا بنتبايز بالعمارة المميزة ومازلنا ومازال أبناء المصريين بيعملوا أجمل عمارة شركات التطوير العقاري الحقيقة في الفترة الأخيرة بقى بينها تنافس رهيب رهيب في الشكل في الخدمات اللي بيقدموها في شكل العقار في طريقة السداد في شكل كومباوند ولا إذا كان عمارة عادية سكنية كل الحاجات دي بقت كثيرة جدا في مصر وبقى فيه ما بين الشركات دي تنافس رهيب جدا بس إحنا زي ما عودناكم دايما بنجيب الأفضل والأحسن في هذه الشركات عرفنا واسمعنا عن شركة تطوير العقاري مميزة جدا شفنا شغلها المميز اللي مفيش منه بالفعل هتشوفوا معايا حضراتكم شغل هذه الشركة مميز جدا 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 معاينا ومعاكم مشرفنا النهاردة الأستاذ عام المراجبي مدير عام إدارة مبيعات بشركة ابني للتطوير العقاري أهلا وسهلا حضراتكم شركتكم مميزة جدا وشغلوكم فيه إزاي فعلا أنا شفته انبهرت به يا ترى إيه سر نجحكم طبعا بشكركم في الأول على الاستضافة الجميلة في البرنامج الجميل بتاعك حضراتكم أعلمية متميزة مرسي جدا لذوق حضراتكم إحنا كشركة ابني للتطوير العقاري إحنا شركة موجودة في السوق بقالها تقريبا حوالي 9 سنين ابتديني على السكيل بتاع أعمارات هيرايزينغ تاور موجودة في مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة تحديدا ممتاز سلمنا أكتر من حوالي 9 مشاريع ممتاز الشركة مساهمة مصرية أصحابها ناس مصريين بنشتغل بفلوسنا ما عندناش أي قروض ما عندناش أي تدخلات لبنوك كان عندنا هدف واضح ومن أول يوم ابتديني فيه شغل في الماركت يعني أن احنا نكون من ضمن أحسن وأفضل شركات الموجودة في السوق ده طبعا مش كلام على قد ما هو احنا كنا بنشتغل على الواقع اللي الناس شايفان مهاردة اللي موجود يعني الحمد لله خطواتنا مش سريعة بس زي ما بيقولوا كده دايما مدروسة بالزبط بالزبط كده حضراتكم بقالكم قد إيه بقالنا 9 سنين 9 سن في هذا المجال وماشاء الله عملت الشغل الهيل ده مظبوط مظبوط ايه سر النجاح يعني ايه اللي مشيتوا عليها بص احنا دايما بنفكر في الناس احنا في الأول وفي الآخر احنا بنقدم خدمة قبل ما ان احنا بنبيع وحدات أو شواء أو عيادات أو مكاتب أو محلات احنا دايما بنفكر في الناس احتياجاتهم انت المهاردة كأي واحد مصري عايش في مصر عايز يسكن بتدور على ايه بتدور على مكان كويس بتدور على شكل مبنى كويس اكيد بتدور على خدمات وفي الزهرة الموجودة جوه المكان اللي انت موجود فيه فده كان واخدنا كل التفصيل المتفاصيل دي وقعدنا درسناها كويس جدا وده اللي بنعمله في كل مشروع احنا بنروح نعمله بالزرع ان احنا بناخد كل زي ما بيو بناخد بالأسباب ان احنا نطلع في الآخر احسن منتق وكانت شهادة دايما بسمحها من كل العمل اللي اشتروا معنا هو بالفعل السور موجود على الشاشة معنا ومشاء الله بجد على شغل حضركم ده تصاميم ده مزوط تمام ده مشروع من المشروعات اللي احنا شغالين عليها دلوقتي ممتاز ده مشروع كومبلي موجود في منطقة مميزة جدا في النزة في الجسر السويس مشروع اسمه اجاويد ده عبارة عنكم اجاويد ممتاز اسمه عربي قصيب اجاويد حلو جدا عبارة عن محلات تجارية وعيادات ومكاتب وحالات سكنية برضو تمام ده مميزة جدا قدام محطة المونير الجيدة انت تقدر من المكان ده الكمباون ده حضراتكم اللي عامينه يجمل بجد ممتاز ساعدنا في الموضوع ده طبعا اسم الاستشاري الكبير اللي موجود معنا في المشروع ده حسين صبور تمام وده علامة من علامة السوق العقاري يعني كمان الديزاين بتاع المشروع حاولنا ان احنا نعمل احسن ديزاين يكون مناسب لكل الناس خاصة ان هو يكون ايكون او علامة في الماكينة اللي هو موجود فيه يعني حضراتكم دايما بتحبوا اي عميل يشتري من من الشركة عند حضراتكم يكون الحاجة بتاعتهم مميزة ما فيه زيها بالزبط كده اكيد كان دايما الناس بيبقى القلقين خصوصا ان احنا معظم المشاريع اللي موجودة بتتبع اوف بلان يعني انت بتشتري على تصميمات او صور او فيديوز بتبقى قلق جدا ساعة الاستلام انا هستلم حاجة شاكنا عمل ازاي زي اللي انا شفتها وانبهرتي بيها في الاول وده اللي يمكن اللي انا عايز اقوله ان شهادة من الناس اللي موجودين معنا دلوقتي احنا بنسرف تقريبا على اكتر من الف عميل قريدي ساكنين دلوقتي وعايشين بيقولوا احنا استلمنا حاجة احسن من اللي احنا شفناها بالفعل بالفعل الشهادة دي اسمعناها بالفعل دي حقيقة وده اللي احنا يعني ده اللي بالنسبة لنا هو ده النجاح ان احنا في الاخر وصلنا ان العميل بتاعنا ساتسفايد هو ساكن مبسوط حاسن ان هو ااخد حاجة حلوة جدا الدزاين والتصميم اللي هو شفه في الاول تنفذ بكل تفاصيله في الاخر هو يعني الفلوس اللي هو دفعها دي حاسن ان هو ما دفعهاش في الهو لا فيه تأخير في التسليمات لا فيه تغيير عن التصميم ما فيش اي حاجة اختلفة خالص من اللي هو شفه في الاول طبعا سوق العقارات كله في العالم كله مش في مصر بس بسبب ازمة كورونا حصلت له يعني اتهز شوي او بقى فيه ركود شوي تمام كمان فعايزين نعرف من حركة ترى ايه المخاطر بقى اللي بتقابل سوق العقارات في الفترة الحالية وازاي نطلع من المخاطر دي ان شاء الله خليني اقتبس كده جملة كان قالها رجل عمال المعروف نجيب سويرس قالك السوق العقاري المصري يمرض ولا يموت اكيد احنا طبعا زينا زي العالم كله تأثرنا باللي حصل في الكارثة او الوباء بتاع كورونا عالمي بس في الاخر احنا الناس عندنا سيلكتف جدا الناس بتقدر تفرق ما بين الناس اللي موجودة يعني احنا حاولنا طبعا من اول بداية الازمة ان احنا نطمن كل العمل بتاعنا بالاجراءات الاحترازية اللي احنا عملناها سواء في المباني بتاعتنا او سواء في مقر الشركة كل الاجراءات اللي احنا المفروض تتعامل الحمد لله احنا كنا عملناها احنا طهارنا كل المباني بتاعتنا طهارنا مقر الشركة خدنا الاجراءات اللي المفروض كل الناس بتعملها سواء بقى ياس الحرارة او التطهير او البوابات او 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 اه كمان حاولنا نطمن الناس ان احنا نعمل شوية flexibility في أو مرونة في أنظمة السادات أكيد عشان العميل ما يبقاش الآن في حتة أنه طبعا هدفع الفلوس ومش عارف الدنيا رايحة فين أو الاستلام ده هيتم ولا لا لقدر الله لو الموضوع طول إلا هيحصل تمام فده اللي خلنا الحمد لله احنا لغاية دلوقتي ما عندناش أي مشاكل العمل بتاعتنا نطمنة جدا المشاريع بتاعتنا كلها شغالة على أرض الواقع وكلها مسجلة وكلها مرخصة وكلها ما فيهاش مخالفات الحمد لله لأنه كان معينا في الانترو كان معينا مشكلة قانون التصالح خلينا أقول لحضرتك بأن دي من أهم الحاجات اللي خليها موقفنا في السوق قوي جدا أنه احنا ما بندخلش في أي مشروع غير لما يكون كل الورق القانوني بتاعنا سليم مليون في المية كل المشاريع بتاعتنا مرخصة كل المشاريع بتاعتنا مفيش فيها أي مشاكل ولا مخالفات الناس متطمنة طبعا النهاردة أي حد بياخد الورق بيسأل وبيعرف وبيتأكد من كل الكلام في الحقيقة الوقت مع حضرتك خلص بسرعة وأنا بقول لكل المشاهدين اللي شايفنا بجد شركة ابني للتطوير العقاري شركة مميزة جدا هتشتري منها وانت مغمض شركة ابني أكيد ليها موقع الفيسبوك لأي حد حابب أنه يتواصل مع الشركة والشركة كل عقاراتها شفناها على الشاشة وطبعا الصورة أكثر بكتير من الخيال الصورة حضرتكم شفتوها بعنيكم في نهاية فقرتنا بنشكر جدا حضرتك وبنتمنى أن حضرتك تكون معنا في فقرات أخرى أنا متشكر جدا على الاستضافة الجميلة دي وسعيد جدا أن أنا موجود معاكم في البرنامج وبعد كل العملة أن أي حد هيتواصل معنا هيلاقي كل اللي هو محتاجه سواء بقى أسعار وحدات أو مساحات أو حتى كمان مشروعات جديدة طبعا تجاه الدولة أننا رحينا على المدن الجديدة في مشروع قوي جدا وده هيعتبر قنبلة ده كنباوند هيبقى موجود في مدينة سوهاج مشاهدين الأعزاء الوقت ما حرككم جري بسرعة جدا أتمنى أن أنا أشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس المعايد من برنامجكم هي وإيدا أشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر